السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحبكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم أنا المعلمة رجام ذر الجاسم لدينا درس في المرحلة المتوسطة للصف الثاني المتوسط لمادة المهارات الحياتية والأسرية عنوان درسنا هو أنا مسؤول عن نفسي أنا مسؤول عن نفسي في الفصل الدراسي الثاني قبل أن نبدأ كعادتنا ماذا نقول؟ بسم الله هيا نرى مع بعضنا قوانين التعلم عن بعد أولى قوانين التعلم عن بعد هي أجلس في مكان هادئ دائما أحرص على أن أجلس في مكان هادئ بهيدا عن الإزعاج وبهيدا عن الضوضاء والأصوات المرتفعة وأيضا أجلس بشكل صحيح أحرص على أن يكون جلوسي جلوسا صحيحا وجلوسا مريحا وأيضا أحضر جميع أغراضي التي أحتاجها للدرس أحضر الكتاب أحضر الدفتر أحضر الأقلام والألوان ولا أنسى مساحتي وبرايتي أحضر جميع الأغراض وأيضا أنصت لمن؟ أنصت لمعلمي أنصت وأستمع جيدا لمعلمي ومعلمتي لكي أفهم الدرس وأستوعبه جيدا وأيضا أتابع درسي حتى نهايته أتابع الدرس إلى أن ينتهي لكي أفهمه وأستوعبه جيدا درسنا هو أنا مسؤول عن نفسي أنا مسؤول عن نفسي هدفنا التعليمي هو تذكر أنك أنت من يملك القرار مشاعرك وجسدك أشياء مهمة تذكر أنك أنت من يملك القرار مشاعرك وجسدك أشياء مهمة لدينا قصة قصيرة استيقظ محمد مبكرا نام محمد مبكرا لأنه ولد نشيط ومهذب يستمع لنصائح والديه فنام مبكرا ومن ينام مبكرا يستيقظ مبكرا استيقظ محمد مبكرا لماذا استيقظ محمد مبكرا لأنه يريد أن يذهب للمدرسة لأنه ولد مؤدب ومهذب ونشيط إذن ذهب محمد إلى المدرسة قبل جبين والديه وذهب إلى المدرسة وادعه وسلم عليه والده ذهب محمد إلى المدرسة وكان محمد في المدرسة كان نشيطا وكان يستمع لمعلميه وكان يكتب الدرس ويقرأ الدرس إذن كان محمد ولد نشيط في المدرسة عادم عن محمد من المدرسة بعد أن انتهى يومه الدراسي عاد محمد مرة أخرى إلى البيت بعد أن تعلم واستمع للدرس وفهمه جيدا إذن عاد محمد إلى البيت عاد من أين؟ من المدرسة وعندما عاد من المدرسة قام بحل فروضه وواجباته المدرسية وقرأ درسه جيدا ثم ذهب إلى والده بعد أن حل جميع واجباته ذهب إلى والده وطلب من والده أن يسمح له وأن يذهب معه إلى أين؟ إلى الحديقة والمتنزة أراد محمد أن يستمتع ويلعب مع أصدقاءه في الحديقة فاستأذن من والده لأنه ولد مؤدب استأذن من والده وقال له أتسمح لي يا والدي أن أذهب إلى الحديقة والمتنزة وأن تذهب معي يا والدي إذن طلب محمد من والده الذهاب للحديقة وأن يكون والده معه ذهب محمد مع من؟ مع والده إلى الحديقة إذن لم يذهب لوحده بل ذهب مع والده إذن محمد ولد مؤدب ومهذب ذهب إلى الحديقة مع والده لعب محمد في الحديقة مع أصدقائه ولعب بماذا؟ لعب بالكرة لعب محمد بالكرة واستمتع مع أصدقائه واستمتع باللعب وبالهواء الطلق وبالأزهار إذن استمتع محمد بالكرة واللعب مع أصدقائه في الحديقة تقدم نحوه شخص غريب شخص غريب لا يعرفه الشخص الغريب هو الذي لا نعرفه تقدم حيا نرى تقدم نحو محمد إذن تقدم شخص غريب نحو محمد لا يعرفه محمد ولم يره من قبل لأنه شخص غريب ماذا فعل محمد؟ دفعه محمد وذهب مسرعا دفعه محمد وماذا فعل بعد ذلك محمد؟ ذهب مسرعا أين ذهب محمد؟ عندما رأى الشخص الغريب تقدم نحوه فقام بدفعه وذهب مسرعا أين ذهب محمد؟ ذهب لوالده ليخبر والده بأن هناك شخص غريب قال له يا والدي هناك شخص غريب تقدم نحوي فدفعته وذهبت مسرعا وأخبرتك أخبر والده بما حصل هل تصرف محمد صحيح؟ بأنه دفع الشخص الغريب وركب مسرعا ليخبر والده؟ نعم هو تصرفه صحيح تذكر أنك من يملك القرار مشاعرك وجسدك أشياء مهمة تذكر أنك من يملك القرار وأن مشاعرك وجسدك أشياء مهمة ما هو القرار الذي اتخذه محمد عندما اقترب منه الشخص الغريب؟ هناك قرار اتخذه محمد وعمل به عندما تقدم نحوه الشخص الغريب الذي لا يعرفه ماذا فعل محمد؟ دفعه بعيدا وماذا فعل أيضا؟ ذهب مسرعا يرقض محمد ذهب إلى أين؟ لوالده ليخبره إذن ماذا فعل محمد؟ وما القرار الذي فعله محمد واتخذه عندما تقدم نحوه شخص غريب؟ دفعه بعيدا وذهب مسرعا ليخبر والده بما حصل هكذا محمد حمى نفسه وحمى جسده لدي الآن نشاط صغير هيا نرى السؤال على تلفازنا الصغير ماذا يجب عليك أن تتذكر؟ ماذا يجب علينا أن نتذكر؟ نتذكر دائما تذكر أنك أنت من يملك القرار مشاعرك وجسدك أشياء مهمة إذن تذكر أنك أنت من يملك القرار مشاعرك وجسدك أشياء مهمة هيا نرى نشاطنا الأول رتب الكلمات لتكون جملة مفيدة وجسدي أشياء مشاعري مهمة هيا نضعها في جملة مفيدة مشاعري وجسدي أشياء ماذا؟ مهمة مشاعري وجسدي أشياء مهمة النصات رقم واحد في الكتاب ارسم دائرة حول التصرف الصحيح إذا حاول أحدهم لمسك بطريقة تشهرك بعدم الراحة ماذا تفعل؟ أخبر شخصا بالغا كوالدي ووالدتي؟ أم أصمت؟ ماذا فعل محمد؟ ذهب مسرعا ليخبر من؟ ليخبر والده إذن أخبر شخصا بالغا وكبيرا كوالدي ووالدتي هذا هو التصرف الصحيح أرسم خطا أسفل التصرف الصحيح عندما يلمس جسدي شخص غريب ماذا أفعل؟ أدفعه وأطلب المساعدة إذن أقوم بدفعه وأطلب المساعدة من أهلي والدي ووالدتي وشخصا بالغ كأقاربي إذن أو لا أعلم ماذا أفعل؟ أدفعه وأطلب المساعدة أرسم خطا أسفل التصرف الصحيح عندما يجبرني شخص غريب على اتخاذ قرار لا أريده ولا أرغب به ماذا أفعل؟ أقول لا بصوت عالي لأنني أنا من يملك القرار إذا أراد أن يجبرني شخص غريب لا أعرفه على اتخاذ شيء وفعل شيء لا أريده دائما أقول لا بصوت عالي لأنني أنا من يملك القرار عندما يقترب مني شخص غريب ماذا أفعل؟ أقف ولا أتحرك؟ أم أبتعد عنه لأن من المهم الحفاظ على سلامة جسدي؟ أبتعد عنه كما فعل محمد أبتعد عنه لأنه من المهم المحافظة على سلامة جسدي رتب القرارات التي سوف تتخذها في حالة لمس جسدك من شخص غريب ماذا أفعل؟ أخبر أبي وأمي أدفعه بعيدا أركض مسرعا أولا أدفعه بعيدا كما فعل محمد ثانيا أركض مسرعا كما فعل محمد إلى أين؟ أركض مسرعا وأذهب لأخبر أبي وأمي إذن أنا عرفت الآن أنه أنا من يملك القرار وأن مشاعري وجسدي أشياء مهمة ماذا عرفت؟ عرفت الآن أنه أنا من يملك القرار وأن مشاعري وجسدي أشياء بالتأكيد مهمة لدي في الأخير توصيات لولي الأمر دائما توفير بأهادي أو محفزة للطالب والطالبة أثناء الدرس والحرص على جلوس الطالب والطالبة بالطريقة الصحيحة ومساعدتهم على حل الأنشطة والتمارين وتعزيز وتشجيع الطالب والطالبة في الأخير ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم وكلكم نشاط وحيوية كعادتكم كانت محكم المعلمة رشا منذر الجاسم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا